في الحد عشر من سبتمبر بدأت اتصالات هاتفية مجهولة تنذر بتفجير عشرات بل مئات المنشآت في مختلف المدن الروسية والتي تركزت على المراكز التجارية والمدارس ومحطات القطارات السلطات الأمنية التي طلقت مئات الانذارات الهاتفية الكاذبة اعتبرت أن هذه الحملة يتم تنظيمها من قبل مركز محدد وواحد يستهدف إشاعة الفوضى وإنهاك قوات الأمن وخلال يومين في مدينة واحدة هي سراطف اترت قوات الأمن بإخلاء عشر مدارس وثلاثة معاهد والسوق المركزي وبعض المراكز التجارية ومحطة القطارات والمطار ما تسبب في خسائر وصلت إلى نحو خمسة ملايين دولار لا شك أن هذه الاتصالات لا تحمل القوات الأمنية عبءا كبيرا يؤثر على عملها اليومي فقط وإنما تسبب خسائر مالية فقد وصلت إلى أكثر من عشرة ملايين دولار موجة الإرهاب الهاتفي اشتاحت نحو عشر مدن روسية لتجبر قوات الأمن على إجلاء أكثر من نصف مليون مواطن من 1200 مبنى ومركز تجاري ومدرسة عمليات الإجلاء شملت مئات المواقع في موسكو ورستوف وأسترخان وبلغغراد وكاترينبورغ وغيرها من المدن وكانت قوات الأمن في موسكو قد قامت بإجلاء المواطنين في تسع مناطق مختلفة بالعاصمة الروسية لم تعد مجرد اتصالة كاذبة لأنها تحولت إلى موجة تشمل عشرات المدن لكنها لا تهدد المواطن مباشرة تحقيقة أجهزة الأمن لم تتوصل للجهات المسؤولة عن هذه الانذارات لكن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وجه اتهاما لأربعة مواطنين روس يقيمون خارج روسيا واكدا أن لديهم مشاركاء داخل البلاد الاستخبارات الروسية في وقت سابق لم تستبعد أن تكون أوكرانيا مصدر هذه الانذارات بسبب التوتر الحاصل بين البلدين أو بعض الخلايا التابعة لتنظيم داعش في روسيا وقد تكون الانذارات الهاتفية الكاذبة نوعا من أنواع الإرهاب لما تسببه من إنهاك للسلطات الأمنية لكنها لا تشكل خطرا يهدد حياة المواطنين ما دفع البعض للاعتقاد لأنها مجرد مناورة سياسية تستهدف حشد طاقات المجتمع لدعم سياسات النخب الحاكمة مزين عباس العربية موسكو